تعد قناة السويس من أبرز القطاعات الهامة التي شاهدت طفرة هائلة من التطوير والتحديث لإسطولها البحري والقادر على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للسفن العابرة وإلى جانب مشروعات التحديث والتطوير يجرى تزويد هيئة قناة السويس بوحدات جديدة لرفع قدرات الهيئة شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية وممر ملاحي يعد الأقصر والأسرع والأكثر أمانا عالميا بسواعد وجهود المصريين إنها قناة السويس التي تؤكد الدور المهم الذي تقدمه مصر لكافة دول العالم تحقيق الاستدامة في كافة قطاعات الدولة يعد الهدف الرئيس والأبرز للقيادة السياسية من أجل استمرار النجاح والتطور وهو الأمر الذي يتطلب التحديث المستمر وتعد قناة السويس أحد القطاعات المهمة التي شهدت طفرة هائلة من التطوير والتحديث لأسطولها البحري القادر على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للسفن العابرة يتميز الأسطول البحري لهيئة قناة السويس بالقوة والتنوع للمعاونة في عبور السفن خاصة بعد انضمام الكراكتان الأكبر بالشرق الأوسط هم الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي حيث يسماني في الحفاظ على أعماق القناة وتنفيذ المشروعات ويبلغ طول الواحدة منهما أكثر من 147 متر وعرض 23 متر وعمق أكثر من 7 أمتار وغاتس أكبر من 5 أمتار فضلا عن أربع قاطرات جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية من طراز مصاحب بقوة شد 70 طن وبسرعة 13 عقدة كما زودت قناة السويس أسطولها بعشرة لانشات متطورة لاستخدامها في عمليات الإرشاد وانضمت للقناة ثلاث وحدات جديدة لمكافحة التلوث البترولي مصنعة من الألمونيوم وهي الوحدات والأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط تعد جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة واحدة من أهم الجهود لرفع تصنيف الملاحي لقناة السويس التي لا تدخر جهدا لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة والتعامل باحترافية مع أي أزمة طارئة مثل ما حدث في جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة Ever Given من خلال إمكانياتها الذاتية بالاستعانة بكركتين من أسطول كراكات الهيئة وهما الكراكة مشهور والكراكة العاشر من رمضان فضلا عن جنوح سفينة المواد البترولية التي كانت ترفع علم سنغافورة وتم إعادة إبحارها في وقت قياسي لتؤكد قناة السويس قدرة الدولة على إدارة الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم